السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف الثالث المتوسط درس جديد معاكم درسنا اليوم عن التنقيط Penectuation التنقيط طبعا هذا الدرس يفيد أيضا صف الأول المتوسط والثاني المتوسط ويفيد المراحل الأخيرة من الابتدائية الخامس والسادس الابتدائي بالنسبة لصف الثالث المتوسط يأتي فرق عليه خمس درجات أنا أعتبر هذا الفرق مساعدة للطالب ياري تتركزون معايا وتعرفون طريقة الإجابة الصحيحة للتنقيط نبدأ بالنقاط أولا الحرف الكبير أول حرف من بداية أول كلمة في بداية الجملة يكتب حرف كبير يعني نقصد أول حرف هذا أول حرف من بداية الجملة مهما تكون الجملة الحرف الأول منها يكتب حرف كبير إذن أجي على بداية الجملة الحرف الأول كبير شي تنزل حرفها الأول فقط أصبح كبير الإسفع المساعد ما تصبح حرف كبير منعتها الأي تنزل دكتور اسم اسم مهنة تنزل كما هي ثم نضع نقطة في نهاية الجواب نمبر تو ثانيا اسماء الأشخاص الأشخاص الجنسيات اللغات الأنهار الدول يكتب أول حرف منها كبير عزيز الطالب انتبه انتبه على أنه يكتب فقط الحرف الأول منها وليست كل الكلمة الحرف الأول مثال his name is Ali his name is Ali الhis بداية الجملة إذن الh تكتب حرف كبير ثم تنزل معي تبقى من قدها name تنزل is تنزل ننتبه إلى Ali Ali اسم من أسماء الأشخاص اسم لشخص مذكر إذن الحرف الأول فقط فقط الحرف الأول اللي هو ال-A يكتب حرف كبير Ali ثم نضع نقطة في نهاية الجواب مثال آخر Iraq العراق has two فيه اثنين rivers نهرين نهرين Euphrates and Tigris الفرات هو دجلة Iraq إذا تنتبه عزيز الطالب حرف الآي هو بداية الجملة إذن الآي تصبح capital has تنزل two rivers نأتي على اليوفريتس اسم من أسماء الأنهار أسماء الأنهار إذن حرف ال-E capital فقط الحرف الأول ذكرنا يكتب أول حرف فقط الحرف الأول capital ثم تنزل باقي اسم نهر الفرات كذلك Tigris اللي هو دجلة فقط الحرف الأول حرف تي من بداية كلمة Tigris اللي هو نقصد بيه نهر دجلة مثال آخر I can speak English and Arabic استطيع تكلم الإنجليزية والعربية إذا تنتبه عزيز الطالب بالإجابة الآي هي مقدمة الجملة تصبح capital can من الأفعال الناقصة تنزل speak فعل مجرد ينزل English and Arabic إحنا إذا ننتبه في مقدمة النقطة رقم 2 ذكرنا بي أنه اللغات تكتب capital أول حرف منها أول حرف منها إذن English هو لغة فحرف الأي يكتب capital ثم نأتي إلى الآرابيك أيضا لغة اللغة العربية حرف الأي يكتب أيضا capital letter ونضع نقطة في نهاية الجواب مثال آخر Noor and I from Iraq Noor حرف الأي capital أولا هي اسم شخصية أسماء الأشخاص ثانيا هي تأتت في مقدمة الجملة في بداية الجملة إذن حرف الأي فقط capital and تنزل I الفاعل آي أينما وجده في مقدمة الجملة أو في منتصف الجملة يصبح capital letter from تنزل إراك هو اسم دولة اسم دولة إذن حرف الآي capital letter ونخلي نقطة في نهاية الجواب ملاحظة الفاعل آي معناه أنا أينما وجده في الجملة يكتب بحرف كبير I ذكرت أنا سابقا أتى هنا في مقدمة الجملة وفي الجملة الأخرى كان موقعه في منتصف الجملة إذن أينما وجده الآي يكون الإجابة عنه في سؤال التنقيط بأن يصبح capital letter النقطة الثالثة إذا وجدنا no yes في الجملة نضع قبلهما علامة استفهام قبلهما علامة استفهام بعدهما نضع فارزة للأسفل فارزة للأسفل وفي آخر الجواب نضع نقطة نضع نقطة مع كتابة حرف ال-Y وال-N بشكل كبير نقصد ال-Y هذا اللي هو بداية ال-yes ونقصد بال-N هذه ال-N اللي هي بداية ال-no بشكل كبير for example is she a pupil yes she is نأتي على الجواب is فعل مساعد الآي تصبح capital letter لماذا؟ لأنه أتد في مقدمة الجملة لذلك إحنا كل مقدمة جملة أول حرف capital she ضمير للمؤنث ينزل a تنزل pupil طالب ينزل لاحظ عزيز الطالب وجود yes yes إذن وجدت نضع قبلها علامة استفهام وبعدها فارز للأسفل ثم ال-Y تحول إلى capital letter إذن وضعنا قبلها نزلنا ال-yes بالإجابة قبلها وضعنا علامة استفهام ال-Y capital Y لبل يس بعدها وضعنا فارزة للأسفل أكملنا الجواب اللي هو she is ثم وضعنا نقطة وضعنا نقطة مثال آخر are they students no they aren't انتبه عزيز الطالب ال-are بدايتها بدايتها هي فعل مساعد ما تحول إلى capital letter لكن لأنه موجودة في مقدمة الجملة إذن ال-A تحول إلى capital ال-A capital لأن بداية الجملة they ضمير الجماعة ينزل كما هو students الطلاب تنزل وجدنا no وجدنا no بالجواب بالجملة عفو إذن قبل أنه نضع علامة استفهام وبعدها نضع فارزة للأسفل قبلها علامة استفهام وبعدها فارزة للأسفل وال-N حرف ال-N capital letter يصبح كبير capital letter ما تبقى من الجملة ينزل they aren't طبعا هنا بالخطأ نطبع الفارزة المفروض ما موجودة تنتبه أنت عزيز الطالب إذا وجدت are معاهنات معاهنات عليك أن تضع فارزة للأعلى يعني هذه الفارزة المفروض أنت تضعها هذه خطأ بالطباعة المفروض أنت تضع ليش لأن وجدنا are معاهنات بمعنى أنه هذه اختصار are not are not ثم نضع نقطة نقطة في نهاية الجواب رابعا إذا وجدنا اختصارات نضع فارزة على مكان الاختصار الاختصارات he is a teacher هو معلم هذه الاس مختصر الاس إذن وضعنا الاس تصبح capital لأن بداية الجملة بما أنه فقط حرف اس وجدنا إذن هذه مختصرة لاز نضع للاعلى فارزة للاعلى تنزل a teacher ونضع نقطة في نهاية الجملة مثال آخر I won't go to the zoo I في مقدمة الجملة تصبح capital won't هي اختصار will not اختصار will not إذن عندما تنزل في الجواب نضع ما بين الان والتي اللي هي نقص بيها not وهذه اختصار لwill not اختصار will not go تنزل to the zoo تنزل كما هي وعلامة نقطة الفلسطوب في نهاية الجواب I'm not staying at home I'm not staying at home I'm ال-I capital ثم الام هذه الام مختصرة لماذا؟ لأن المفروض تكون I I'm I'm إذن نفتح الاختصار تصبح I ثم I'm المكونة من حرف A M A M I'm فاختصرة حرف A أصبحت I'm كما كما مكان حرف A not تنزل كما هي staying at home نزلت ثم النقطة مثال آخر we aren't going to the mall we بداية جملة إذن حرف ال-W capital aren't إذا تنتبه عزيز الطالب ال-R الفعل المساعد النقط مختصرة الأو موجودة أو موجودة إذن لما تنزل في الجواب نضع النقط وكما للأعلى فارز للأعلى بمعنى مختصر النقط aren't going تنزل to the mall تنزل ونقطة في نهاية الجواب number five إذا بدأت الجملة بأدوات سؤال مثل what where when which who how how old how many how much how often how long how far هذه كلها أدوات سؤال تسمى WH question يعني تبدأ بالحرفين W يكتب الحرف الأول حرف كبير الحرف الأول يكتب حرف كبير ونضع علامة استفهام في نهاية الجملة طبعا مع مراعاة إذا وجدنا أسماء أشخاص أو لغات أو أنهار أو جنسيات أو جول for example مثال how old are you where are you from من أين أنت W capital تصبح نكمل ما يتبقى من الجملة ثم علامة استفهام جملة استفهامية number six إذا بدأ السؤال بأفعال مساعدة بالأفعال المساعدة am is are was where will shall can would could should has have had do does did هذه الأفعال إذا بدأت في الجملة نكتب أول حرف كبير ونضع علامة استفهام في نهاية الجملة طبعا مع مراعاة إذا وجدنا من خلال الجملة أسماء أشخاص أو بلدان أو أنهار أو لغات is he a doctor is تصبح capital i ينزل ما يتبقى من الجملة لأننا لم نجد لم نجد أي ما يجل على تحويله لعلامة capital letter كحرف أول تنزل الجملة كما هي ثم نضع علامة استفهام في نهاية الجملة باعتبارها جملة استفهامية are you a teacher هل أنت معلم are حرف a capital you تنزل a teacher تنزل وعلامة استفهام في نهاية الجملة النقطة الأخيرة seven اختصارات الألقاب تكتب بحرف كبير اختصارات الألقاب Mr. Ahmed works in a shop المستر أحمد السيد أحمد الم capital نضع نقطة طبعاً هو أحياناً ما ينطل نقطة تضع نقطة أحمد أحمد اسم شخص إذن a تصبح capital works تنزل in a shop تنزل ونقطة في نهاية الجملة دكتور جون works in a hospital دكتور D تصبح capital R بعدهم نقطة مختصر دكتور جون اسم شخص J هذه capital works in a hospital ما موجود شيء آخر تحول أول حرف منه إلى capital لم نجد أي شيء آخر إذن نضع نقطة في نهاية الجملة في نهاية الجملة أتمنى من طلاب الأعزائي يسيطرون على موضوع التنقيض التنقيض جداً مهم بالوزاري بالنسبة للصف الثالث المتوسط خمس درجات وبالنسبة للابتدائية أعتقد عشر درجات على سؤال الخطوة التنقيض آني برأيي هو مساعد للطالب أتمنى لكم التوفيق وأتمنى من طلابي إلى أعزائي التركيز بالجواب وشكراً جزيلاً